شكرا معلقة لكابتال إحسان منيسي إذن انتهت أحداث الشوت الأول مصر والكاميرون في ثالث لقاءة المجموعة التانية في بطولة أفريقيا في نسختها الـ 26 بنتيجة 17-9 منتخب مصر يعني متقدم منذ البداية للنهاية بس أكيد في رأيي فني لديوف اللي برحب بيوم المرة التانية كابتال إبراهيم سيد أهلا بحضرتك أهلا بيك كابتال إبراهيم كابتال محمد عبدالله أهلا بحضرتك كابتال إبراهيم أبتدي بحضرتك يعني شايف النهاردة الشوت الأول إزاي وهل في تطور عن الخمس أشواط السابقين في المباريات السابقة ولا شايف أداء منتخب مصر إزاي لا المباراة النهاردة سريعة بادية سريعة المنتخب المصري بيلعب عشان عارف أن الفيرة الكاميرون عندها تصويت كاريجي كبير فبيلعب بيقابلهم منبرة 9 متر وده حد كتير من النتيجة يعني في أول خمس دقائق منتخب مصر حدت أربع تجوان الكاميرون حد تجون واحد الخمس دقائق التانية تساول لتنين ده تنين وده تنين التالتة منتخب مصر جاب تلاتة الكاميرون اتنين في الديئة من الخمسة عشرين لعشرين منتخب مصر تلاتة والكاميرون ما جابش حاجة في الديئة الخمسة وعشرين من العشرين لخمسة وعشرين منتخب مصر اتنين الكاميرون اتنين في الديئة الخمسة من اللي هي آخر خمس زايا منتخب مصر ثلاثة الكاميرون هدفين وده اللي اندالة فيدل على ان فيه اغلب اللجوان اللي جابها منتخب مصر يأما تصويب خارجي اللي هي جاية من الداح اللي نزل وازهر قدراته وجاب تصويبتين من ثلاثة والوينجات بتوعنا مع القطع الكرة والاختراقات الاختراقات زي الهجمات السريعة زي الفاص بريك والكلام بالاضافة ان يحيى خالد ابتدى يشتغل فطبعا دي حاجة كويسة والوينجات بتوعنا كويسين والدايرة بتاعنا احمد عادل بحتاج التركيز شوية في التصويب يعني جات له كام كورة على الدايرة حط منها ثلاثة كور ثلاثة كور من اصل خمسة او ستة فده طبعا مطلوب منه ان هو يعني مزيد من التركيز في التصويب خمسة ستة ستة مش اقل من كده الانفواصات الجامدة مش هجيلك الفورة كتير انت انت وجون انت اللي شايف فانت اللي اتصال ما فيش حد معاك فيعني دي ان كانت بيك حاجة كويسة ان لا ما حصلتش في المطشين اللي فاتوا سرعة المطش ده ما كانت ستتش في المطش اللي اللي فاتوا اشكرك يا كابتن كابتن محمد شايف الناحية الفنية النهاردة شكلها ازاي منتخب مصر يعني المبركة السريعة زي ما تفضل كابتن ابراهيم قال بدلينها خلصت في خمسة وثلاثين ديئة واربعة وثلاثين ديئة يعني ما كانش فيه توقفات كتير ايك يا كابتن محمد هو بدل منتخب مصر ان هو يلعب بطريقة ستة صفر كان الوينجين كان سند وسيسة يحيى خالد كان في الباك رايت وكان الدرع في الباك ليفت وكان عبد الرحمن عبد الفصل كان هو ابراهيم المصري بلعبه التلاتين اللي في قلب الملعب طبعا من خلال الهجمات المنظمة يمكن يبن لنا ان فرقة الكاميرون هجمت 18 هجمة منظمة جابت منهم حوالي مثلا بتاع 9 تجوال التسعة تجوال كان المفروض فيه منهم اربع تصوبات من الخط الخلفي من ناحية الريت وتلاتة من نص الملعب وكان فيه كورتين اختراق عن طريق الباك ليفت بتاعهم ده كان مفروض لعبة منتقب مصر كان يمكن قليلين شوية في المقابلة بتاعة الباكات بتاعة الخط الخلفي فقدى لأنهم كانوا بيصوبوا على كلمة هندوي من بره ويمكن سجلوا اربع او خمس كور من الخط الخلفي منتقب مصر كان هاجم حوالي 13 هجمة منظمة واعتمد على الهجوم الخطف حوالي 6 هجمات هجوم خطف ادري احرز منهم 6 اهداف بس كان فيه كورة منهم لسيسة ضاعت متهاري زي ما كنا بنكلم في اول مباراة كابتن هيسم ان الاعتماد بتاع لعبة منتقب مصر والمدرب باستر المفروض كان على اساس ان يحصل في خلال الشوط على اساس ان هو يوزع الحمل للعبة بتاعته طبعا الهجوم الخطف كان يمكن نجح فيه لعبة المنتخب ان هما يقللوا الهجمات المنظمة على منتخب الكاميرون لان كانش بيحصل هجمات منظمة كتير يمكن اسست مسلا من ناحية خالد للدرع من درع لفيصل كان بيقدي ان هو يعني تبرير او التانية والتالتة ممكن كان بتخلاص بجول فما كانش فيه التغيير الكتير في الهجوم المنظم اللي يقدر يعجم به منتخب الكاميرون التصديات التصديات بتاعة الحراس يمكن متساوية كريم هنداوي يمكن شال حوالي بتاع 6 كور والجول بتاعهم برضو يعني صد يعطبا من اللعبة بتاعتنا فيه تصويبات من الخط الخلفي حوالي 3 كور ضائعة فيه كورتين من الخط الامامي عن طريق احمد عادل وسيثة والتصويب يعني يعتبر كان بنسبة كويسة يعني مش وحش بس طبعا يبقى فيه ينقص الدقة اكتر من كده اشكرك يا كابتن كابتن ابراهيم اجل حداك في نقطة فنية مهمة مستر باستير بيعتبت بشكل كبير على الروتيشن اتفقنا مع حضراتكم انه فيه الروتيشن بشكل كبير طيب المجموعات يعني المجموعات النهاردة هل مسبت تشكيل بلعب مع بعضه ولا كل مباراة مباراةين اللي فاتوا مباراة النهاردة بيغير في التشكيل اه هو فيه الروتيشن بس بيبتدي دمين وينهد دمين واحد ولا بتختلف حتى المباراة التانية هي في التشكيل الاولاني ده واضح انه هم مسبتهم بينزلوا مجموعة نفس المجموعة سند في الجلع اليمين سيسي في الشمال احمد عدل عديرة يحيى خالد الدرع فيصل دولت ده التشكيل الاول ده ثابت التشكيل الاول اول الروتيشن عمله كان في الدينة 18 فبالمجموعة الفاتكة بيبتدي بالدول بس كان عالي زين مكان عالي زين مكان نفس اول تغيير في الروتيشن بتاعه عمله في الدينة 18 بحسن الداح مكان فيس بعد كده التغيير التاني في الدينة 22 لما دخل محسن رمضان ودخل خيري ودخل سيف الدرع ودخل سيف الدرع وغير المصري مع مع اعزانك كابتل معلش احنا لازم نطلع فاصل اعزان مش هادين اطلع فاصل نكمل تغطياتنا المستمرة مصر والكاميرون في متوط افريقيا لكرة اليد ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد خلينا استعرض مع حضراتكم بعد الاحصائيات والارقام المهمة اللي هتدل على سير المباراة في الشوت الاول بين مصر والكاميرون واسمع طبعا يشرفني اسمع تعليق ضيوفي الكرام منتخب مصر صاوب 27 تصويبة احرز منها 17 ده مجمل التصويبات على الهدف او الجول 27-17 بنسبة مقاوية 63% احرز من الستة متر هنكلم من الامطار من الرنجات المختلفة ست اهداف من تسعة تصويبات في الستة متر من الونجات من الجناح جبنا اربع اهداف من اصل خمسة تصويبات صوبناها من الجناحين الجناح الايمن والجناح الايسر احرز من الفاصل بريك منتخبنا اربع اهداف من سبع تصويبات في الفاصل بريك بنسبة يعني تقريبا حوالي 60% تقريبا احرز من الاختراقات ثلاث أهداف من خمسة ده كان أرقام منتخب مصر أو اللعبة بالكامل عندنا بعض الأرقام لللاعبين بس الحقيقة أسمع سريعا رأي ضيوفي عن كابتل إبراهيم رأي حضرتك عن أرقام الفريق أرقام 17 تصويبة نجحنا فيهم من 27 دي نسبة كويسة ولا نسبة أليس هي تعتبر هي مش وحشة 63% كويسة بس طبعا المفروض أنها تبقى حسن تبقى حسن من كده خاصة أنها التصديات أو اللي تلعت برة كانت من فرص سهلة ممكن تيجي أهداف سواء كان في اللجوم الخاطف في سيسة دايع واحدة وينجريت دايع واحدة أحمد عادل من على الدائرة كذا وحدة كان مديد تصديات أصار أذنك لازم أعطي حضرتك كابتن وإذا ما حضرتكم شايفين المباراة يعني ابتدت منذ لحظات خلينا نرجع تاني لمعالكة كابتن عسان منيسي ننقل لحضرتكم أحداث الشوت التاني مصر والكاميرون فإلى هناك